عربة روسية كانت تتواجد في أحد شوارع أوكرانية ولكن حينما رآها المواطنون تمشي بهذا الشكل داخل الشرع طبعا هناك حالة كبيرة من الغضب من جانب المواطنين الأوكرانيين تجاه كل ما هو روسي لأنهم يرون بالفعل بأن بلادهم تحتل الآن على يد القوات الروسية وأن هناك سفك لدماء الأوكرانيين على يد رجال فلاديمير بوتين لذلك حينما رأوا هذه العربة تحمل لوحة روسية على الفور قاموا بالهجوم عليها والمشهد ظاهر أمام حضراتكم لتجمع المواطنين الأوكرانيين على تلك السيارة الروسية ومحاولة الاعتداء عليها بل إنهم اعتدوا عليها ولكن تمكن قائد السيارة من الفرار والهرب من هؤلاء المتظاهرين الأوكرانيين الغاضبين من احتلال بلادهم على يد القوات الروسية نحن نعلم بأن الدولة الأوكرانية محاذية لروسيا ولكن يبدو بأن الأطماع الروسية تتزايد تجاه أوكرانيا وهناك حالة كبيرة من الغضب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر